من دخان التفجير الى حريق القلوب الذي يفجع العراقي موتا وتخريبا للشوارع والسحات لا شيء يسعف الضحايا غير الصراخ الذي يتردد صداه في كل قصة موت جديدة يطبخها الخارجون عن القانون التفجيرات التي استهدفت سوق الحبيبية شرقي بغداد تعيد الكرة من جديد لرسالة واضحة على لسان العراقيين كفى نزفا للموت بفعل صراعات الكتل السياسية تتفجر الحقائق الموجعة بما يؤلم اكثر من موت الضحايا فالقاتل قد يكون عراقيا او يتقنع وجه العراق حقيقة تكشفها وكالة فرانس بريس الفرنسية تفيد بان صاحب العجلة كان ينقل عبوات ناسفة الى مجموعة مسلحة داخل العاصمة مستبعدة ان يكون التفجير عملا ارهابيا على الاطلاق في اربيل حدث مجددا فصل من فصول الهجمات الارهابية ليست الطائرات المسيرة وحدها من تحلق فوق الهدوء والاستقرار لتبدده انما هي الاوامر التي تسير فعل الارهاب في كل مرة تتضح الصورة اكثر عندما تعلن حكومتا بغداد واربيل ان هجوم اربيل ما هو الا ضرب للتوافق بين العاصمة والاقليم مشابه هو الامر بين اربيل والحبيبية محاولات الضرب في نسيج العراق سياسة وامنا ومجتمعا والى هذا المصير يريد العابثون فعل التخريب دون رصاص ينطق سلاح الحق بلسانك المثقل بالاحزان وفي الليل تخرج الافواج مقهورة على الحبيبيتك اي قهر وجرح عابر توقد الشموع على ارواح من ذهبوا شموع قد تصبح ذات يوم نارا تأكل وجه القتلة والمجرمين